المرة اللي فاتت اتكلمنا عن السيمبليفيكيشن وعرفنا ان هناك 2 ميثود للسيمبليفيكيشن الطريقة الاولية هل بيستخدم البوليان الجيبرا فاخذنا شوية رولز مع بعض وهي احلين عليهم شوية مسائل تمام؟ قلنا فيه طريقة تانية للسيمبليفيكيشن هي الكيماب تمام؟ واتكلمنا شوية عن الكيماب واخذنا لو عندنا 2 إمبودز لو عندنا 3 إمبودز عرفنا ازاي بنتعامل مع الكيماب وازاي بنقدر نعمل سيمبليفيكيشن لأي إكسبريشن لاستخدام الكيماب وقلنا ان فيه 3 رولز اساسيين وانت بتعمل كيماب علشان تعمل سيمبليفيكيشن قلنا اول رول هي ايه؟ ان لازم كل الوحاية اللي موجودة في الكيماب بتعمل لها كفر جوة الروبس يبقى الكيماب ايه؟ انا بجمع وحاية فيه مجموعات فلازم كل الوحاية تعمل لها كفر جوة الروبس كل ما الجروب كان فيه اكبر عدد ممكن من الوحاية كل ما كان افضل او يجيب لك سيمبليفيكيشن احسن تمام؟ كل ما عدد الجروب سي ال كل ما جبت فورم سيمبليفيكيشن فبالتالي الابجيكت بيعمل ايه؟ بخلي كل الوحاية تعمل لها كفر جوة الروب الجروب نفسه فيه اكبر عدد ممكن من الوحاية حتى دا لو كان هيخليني ادخل وحاية دخلت في الجروب قبل كده دخلها في الجروب الجديد ليس اي مشكلة تمام؟ بس بشارط ان عدد الجروب سيكون اقل عدد ممكن هم دول اللي قلنا عليهم المرة اللي فاتت فلاجب تقول له حاية تعمل لها جروب او تدخل في جروب الجروب دا طبعا ديه شروط معينة انه هو اثنين بور zero او one او two او three يعني لازم الجروب دا يكون فيه واحد او واحدين او اربعة او تمانية او ستاشر او سؤال تمام؟ ولازم عدد الجروب سيكون اقل عدد ممكن فاخدنا مثال المرة اللي فاتت من لو عندي اثنين في اثنين كيمات فده كان الوحاية اللي عندي فلو عايز اعمل جروب سهلا اقدر اعمل كم جروب ها two groups تمام؟ لازم الواحد دا الواحد الواحد group وده الواحد خدروب فبالتالي دا the exhibition هو the most simplified form a b bar or a bar b وده اللي هو مين؟ الاكزور ما بين الايه وما بين ال b هنا لو عايزين نكون groups هنكون كم groups؟ ها اثنين groups هناخد الواحد دا معده في group والواحد الدمع دا في group فبالتالي هو the exhibition في الاساس كان فيه كم terms three terms معقول لهم or مع بعض لكن لو عايز تعمل simplification هيبقوا كم terms term termين فقط هيبقى term اللي هو دا والterm دايه من group دا فبالتالي بقى the exhibition بتاعنا f equal a or b جتني a or b الجروب الاول اللي هو دا انا ماشي مع المتدية بالبرامتر اللي اسمه b فبالتالي دا b bar يبقى دا b يبقى انا بكلم الواحد اللي في group دا هيتقطع مع العبوض اللي اسمه b ومع ومع عبوض اللي اسمها a و a bar فبالتالي a و a bar زي ما سببنا همارد بفتح يكانسلوا بعض فبالتالي الجروب دا كله represented بال b بال b الجروب التالي اللي هو دا يتعمل representation بال mين بال a فبالتالي بقى the exhibition الكبير هو a or b طبعا زي ما قلنا ان الكيمب اسهل بكتير من simplification باستخدام الكوليان الجبرو ولو كانت بقى three parameters فحنا اتفقنا ان بتبقى الكيمب بتاعت اثنين في اربعة او اربعة في اثنين بمشي الاربعة مع اثنين برامتر والاثنين مع اول برامتر فانا اينا مثلا عندي ثلاثة ايه من السلومة a و b و c فانا انا امشي مع الصفوف مع البرامتر اللي اسمه a او الهاريب اللي اسمه a والاعمدة مع ال b و c متفقنا بنمشي ازاي اي طريقة زي ما انت عايز بس قاتل ايه استعمل وان ايه لازم تعمل one change فقط ما فاش تعمل two changes وانت تبنقل من column ل column او من row ل row فاتفقنا عشان تبقى الدنيا سهلة وانبقى عارفين على طول direct relation ما بين وما بين minimum terms زي ما قلنا المرة اللي فاتت بخلي ده هو most significant bit وده هو ليه significant bit وابتدي اول term هنا ده a bar يبقى ده a ده a bar وده a هنا ده b bar c bar يبقى اللي بعده b bar c بعمل change في اخر element بس يبقى b bar c طيب والي بعده وان change يبقى b b c اللي بعده b c bar فدول changes بتاعت الكيمياب بتاعتي انا كده عملت الكيمياب بقى كده مدخل الوحاية ديت كل term من دول ممكن انزله هنا في الكيمياب يعني على سبيل المثال لو عايز اعرفوا e b bar c bar ده ما كانوا فين في الكيمياب ها لو عندنا كيمياب واتفقنا ان انا همشي ده a bar يبقى ده a b bar c bar b bar c b c b c bar فاول term بالنسبة اللي هو a b bar c bar فين الايه الايه بابا بتكلم عن كل الاعمدة دي تمام؟ بس انا المهتم بمين بقى ma بى bi bar c bar الايه بان اخبطه واحد بس اول term ده استعمال تمام plan The term من irsin a b bar c باباتكلم عن الايه الاية让rate b bar c باباتكلم عن الترم Contract ABC باباتكلم عن논 term A و B و C. بترمل اللي بعد كده. A B C bar. A B C bar. بتكلم عن ده. بترمل اللي بعد كده. A bar. بتكلم عن كل الأعمدة دي. بعد كده. B bar C. فين B bar C? لو ده انكم قطوة واحدة هم. اخر ترمل اللي هو مين? A bar B C bar. A bar B C bar. يبقى واحدة. يبقى لده كده خط الترمز أو الفانشن عارف تنزلها جوه مين? جوه الكيمير. تمام? طبعا عارفين ان كل ترم من دول هو بيربريزنت مينمم ترمو معين. عارفين اعطو ببروس ترمو. تمام كده? هل ده كده سمبلفايد؟ لا. طبعا انا عايزة بعمل سمبلفكيشن. بعمشي بالروت. تمام? انا عندي الكيباب بتاعتي كم في كام? اتنين في اربعة. يبقى اكبر جروب ممكن تخط فيه وحايد هو جروب فيه تمن وحايد. هل ده ممكن هنا? لا. الجروب اللي بعده جروب فيه اربع وحايد. هل يقدر نعمل جروب فيه اربع وحايد هنا? فيه ولا مفيش? فيه. مستفقنا ان الجروب هيكون ايه بشكل مستطيل او بشكل مربع. تمام? فين الجروب اللي فيه اربع وحايد هو الجروب ده. اللي هو بتاعه ايه يا شباب? لو عايز اجيب بتاعه. ها? ايبقى ايه بس. حد مش راقع مني ايه بس? ها? لان هنا عندي بي بار وبي بار في البي بار موقودة. بس السي بار والسي هي يتكنسلوا بعض. هنا السي بار والسي يتكنسلوا بعض. هنا البي والبي بار هيتكنسلوا بعض. فبقيت في الاخر يمين. ايه بس? اوه. ها? فيه كم وحايد ما تعمل لهمش اتنين? هل ينفع ندخلهم مع بعضه في جروب? لا. طيب دعنا اخذ واحد منهم. واحد واحد. لو خذنا الواحد ده. نهض الواحد في جروب ولكن ممكن نهض مع واحد تاني في جروب. نهض مع واحد تاني في جروب. طبما الواحد دخل في جروب قبل كده مش مهم. تمام? فنعمل ايه? هاخد دمع ده في جروب. فتبقى الريزة ايه? بي بار سي. لو كان حد غلط. وقال لن هاخد الواحد ده الواحد في جروب. كان يطلع له الترما برا عن ايه? ها? كان يبقى عنده ايه بار? بي سي بار. وكان ياخد ده الواحد في جروب. فكان يبقى عنده ايه? ايه بار بي سي بار. كان لسه الترما ده ليه اسمبليفيكيش. ما يعمل ايه بها? هيتطلع ياخد من الاثنين دول ايه بار كومن. او ياخد البي سي بار. امسوقهم. ففي الاخر احنا سبكنا رول المرة اللي فاتت لو عندك اكس اول اكس بار واي. ايه اللي بيحصل? سبكنا مع بعض. ايه اللي بيحصل? ال اكس بار بطري نفس الكلام. ايه? ايه? اول ايه بار وترمي تاني. فال ايه بار حسنا الله ايه? حطيه. ففي الاخر وصلت لده. فعشان كده لازم يكون الجروب في اكبر عدد ممكن من الوحاية. لو انت انسيت تدخله في ترم هتلاقي عندك فيه مشكلة. وان كده? فانت تطلع من الكيماب لازم تكون جارانتية ده الكلام ده. ولما بسألك في الامتحان وبقول لك انا عايزك تعمل الكيماب ما ينفعش تدخل الواحد ده الواحده في الجروب. وتجيب الاسبريشن كده وعا كده تكانسي للاي بار. كونك لو انت بضعت بسيمبليفكيشن ولقيت انك ممكن تسيمبليفاي تاني ارجع انت غلطت غلطة في الكيماب. تمام? ده كده. عندنا اربع وحاية ممكن يدخلهم في كام جروب. وان جروب ده يبقى فيه اربع وحاية. لو عايز اجيب الاسبريشن بتاعه. انا هنا وان شكو مين? الاربع وحاية مكتركين في كل الصفوف. والصفوف هني ماشي مع مين? مع البرامتر اللي اسموية في الامش هي يظهر خوف. يبقى الاي والامر هيكانسلوا بعض. لكن مع الاعمدة اه? انا ده العمود التاني والتالت او التالت والرابع هم الابنين فيهم البي بس. يبقى البي لازم تظهر. مفهمش بي بقى. لكن العمود التالي كان فيه سي ورابع فيه سي بقى تبص عليها من هم. فبالتالي بقيت الاكسي برشن وعبارها عن ايه? هو بي. اللي انا عامله فوق ان انا كتب على ده ايه وده بي وده سي عشان ملا بطقش بس انت ممكن تمشيها كده. ان ده وده. هم بيمثلوا مين? البي فقط. لو في واحد هنا مع واحد هنا هيتمثله البي فقط. البي فقط. لو في واحد هنا مع واحد هنا هيتمثله البي فقط. يبقى التو كله بس دوله عبار بيمثله البي. تمام? طيب فين ايه بيمثله السي? اللي هو ده وده بيمثله السي. فين اللي بيمثل الايه? ده اللي بيمثل ايه? شكاية تلاقيني كاتب على الكيميرا ده ايه ودول البي ودول السي. مش يوم زي ما انت عايز اي طريقة معك. تمام? طيب. هنا يا شباب الفرنكشن هتبقى بالعبار عن ايه? عندنا واحدين انا قلت له مع بعض فبرده الفرنكشن ايه في ايه والمين? على طول ده البراندر الاسم ايه وده البي. يبقى هنا بي بار وهنا بي. يبقى البي وكل الصفوف فبالتالي يبقى البي بس. ده هيبقى مين? ايه بار بس? هنا عندنا كام الجروب. مين ولا تلاتة? تلاتة جروبس صح? لو حد يعرف يجبهم في اتنين جروبس? يبقى او كده عمل ايه? اكتر مني. هل يمفع نجيبهم في اتنين جروبس? لا. لو مشينا بمواصفات الجروبس هنعمل ايه? اول حاجة سي بس هناخد الواحد ده مع عدف الجروب. فضلت مين? الواحد اللي فوق ده والواحد ده? هل ينفع تفونا مع عدف الجروب? لا. طب لو جينا على الواحد اللي فوق اعمل في ايه? ينفع عبد الواحده? ينفع. بس مش كده عاملات ليه? لانا ممكن ادخلهم على الواحد اللي حصله في الجروب. فبالتالي الشكل اللي هو ده واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا هنعمل السمبليفيكيشن ازاي? هناخد ده مع ده. فضلك ده وده. انفعش ناخدهم مع بعض. فلازم ناخد ده مع ده. فضلك ده. هناخد ده مع ده. طب الواحد ده بقى كومن في سري جروبس ولا فرق معي حاجة. تمام? نظر ان نجيب بالشكل اللي احنا شوفناك. طيب لو عايزين نعمل بقى دزاين يعني من ضمن اللي ممكن تستخدمها. انني ممكن اجيب لك مسألة لفظية اقول لك ايه? انا عايزك تعمل لي سيركت السيركت دي. داخل لها ام و تس. او بي و سي و دي. والاوب بتاعها مثلا سي هو اس و سي. مين الاس و مين السي? الاس و السي دولة كانوا اوبوت مثلا من فونكشن واحد انا بشرحها لك. فعلى سبيل المثال انا هنا عايزك تعمل السيركت. السيركت دي بتجمع الايه مع البي مع السي واتطلع لك الريزولت بتاعتي. يبقى انا كده عايز اعمل ايه? اجمع سري بيتس مع بعض. الامبوتس بتاعهم الايه والبي والسي ان. دول الامبوتس. مين الاوبوت? لما نيجي نجمع سري بيتس امبايني. الريزولت ستكتب في كام بيت? واحدة ولا اتنين. واحدة ولا اتنين لما نيجي نجمع سري بيتس. عندنا سري امبوتس. اتنين لما مين يا شباب? ايه? بي? سي ان. يبقى عندي كام كومبينيشن? تمانية صح? من ثلاثة صفار? واحد صفر 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 واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد. واحد واحد. هم دول التمانية انا عايز اعمل ايه? اجمع السري بيتس جمع عادي مع بعض. فبالتالي لما اجمع سفر هنا احط الخانة بتاعة الصن. بتاع ريزة. صفر وصفر وصفر مجموعة بكام? بصفر. واحد وصفر وصفر بكام? بواحد. صفر واحد وصفر مجموعة بكام? اه? صفر واحد وصفر مجموعة بكام? بس مشكلة اشك شوية. اخلي الاس هنا. اه? فصفر صفر وصفر وصفر بصفر. صفر. وصفر وواحد بواحد. صفر وواحد وصفر وكام? اه? صفر وواحد وصفر. لا بواحد اجمع بيتس. بقمعش الويتس بتاع البيت. صفر زائد واحد زائد صفر بكام? بواحد. هنا بقى واحد زائد واحد زائد صفر. اكام? باتنين. اتنين تكاتب ازاي? يبقى احتاج تو بيتس اكتبوا من فيها. صفر؟ احتاج البيت. احط هنا صفر وصفر وصفر معي واحد. عشان كده دي الريزل سنزميع الكاري. للاعدة بتاع الكاري. كمام? طيب. وصفر وصفر واحد بواحد. هي الويت بتاع بس انا بجمع شويس. انا بجمع جمع مع بعض. جمع جابري مع بعض. صفر زائد صفر زائد واحد بكام? بواحد. فبالتالي هنا في واحد. ها? واحد وصفر واحد. باتنين. يبقى اعمل ايه? صفر واحد. صفر واحد واحد. ها? باتنين. واحد واحد واحد. بتلاتة. هل تكتب ازاي? واحد واحد. يبقى هنا في صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر. يبقى انا عشان اعمل دايرة. الدايرة دي بتجمع تلاتة بيت مع بعض. انا بحتاج كم بيت? اتنين بيت. تمام? طيب عشان اعمل دايرة بتجمع اربعة بيت مع بعض. احتاج كم بيت? ها? اعرف منين? اعرف مين هذا البيت. ستعال على اكبر رقم. هو ايه اكبر رقم? واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد. ليه كام? اربعة. اللي اربعة بتكتب في كام بيت تلاتة. عشان اجمع خمس ارقام مع بعض احتاج كم بيت? ها? اربعة? ولا تلاتة? تلاتة. سنجمع ستة بت? ها? ستة بت? تلاتة ولا اربعة? تلاتة. سنجمع عشرة بت? تلاتة ولا اربعة? ها? عشرة بت مجموعهم مع بعض كام? عشرة? عشرة تكتب في كام? فاربعة بت? تمام كده? يبقى بشوف اكبر رقم وشوف الجمع انت هو كام. فبالتالي ده الاوبوتس بتاعتنا. عندي كده تلاتة اموتس واثنين اوبوتس. الاوبوتس ما مين? السي والاس. ده الاوبوتس بتوعي. بدون الايموتس. ايه المطلوب منك في السؤال ده? ان سياتة بتعمل دا الCD. السيركت دي بتعمل ايه? بتعمل ادشن للتلات ارقام ظل مع بعض. تجمع تلات ارقام مع بعض. في عشان اعمل السيركت اللي بتعمل ادشن اللي بنسميها الفول ادر. عشان اعمل الفول ادر ده. محتاج ايلمينت الكلام ده. تقدر تعملي سيركت بتعمل الكلام ده ولا متقدرش. اي سيركت هتعملها بتحقق التروس تيبل ده هتبقى ايه? ايه الاخضر اللي انت عايزه. يبقى اي سيركت هتعملها بتحققلك التروس تيبل ده انو بياخد الامبوتس دي كلها. ومع كل كيس اجزاكت لي بيطلع الاوبوتس دي. يبقى انت كده عملت ايه? السيركت ده. فطبعا بسهولة جدا ممكن نكتب الاكسبريشن بتاع الاس والاكسبريشن بتاع السي. انت ممكن تمشي في طريقين. الطريق الاولان انك ترجمت المسألة لتروس تيبل. ده طريق سابق. نفروش نقاش. يبقى اي مسألة هكدينك هتترجمها لمين? لتروس تيبل. بعد ما ترجمتها لتروس تيبل قدامك كان طريق? طريقين. يتكتب الاكسبريشن بقى بتاع السي وبتاع الاس. وتعمل سيمبليفيكيشن. او الاسهل والطريق التاني ما بتعمل ايه? تتنين من التروس تيبل مين? لالكيمياب وتعمل سيمبليفيكيشن. فعيك هترسل شكل السيركت اللي انت عايزة. فلو حبينا يمشي بالطريق الاسهب هنعمل ايه? هيبقى عندنا كم فانكشن? واحدة او او اتنين. لازم اعمل دو فانكشن. كل اوبوت دو فانكشن. يبقى انا اعمل فانكشن للاس وفانكشن لمين? للسي. طب الفانكشن بتاعة الاس اعملها ازاي? ابص على الوحاية. هو الواحد موجود فين? في الكيس دي. الكيس دي اليمين بقى? اي بار? بي بار سي. او ايه كمان? الواحد ده فين? حد يمليني. ايه بار? بي? سي ان. اه? الواحد اللي باعه اللي هو ده? اه مرعن ايه? ايه بي بار سي بار? نعم. الترمي التاني اللي هو ده هيبقى ايه بار بي سي بار? اه بار? تمام كده? والترمي اللي بعد كده اللي هو ده هيبقى ايه بي بار سي بار? الترمي اللي بعد كده اللي هو ده هيبقى ايه بي سي. السي بعد كده هنا نجيبها ازاي? نبص على الوحاية. عندنا واحد هنا. الواحد ده بيجي من ايه? ايه بار? سي ام. الواحد ده? ايه بي سي ام بار? الواحد ده? ايه بي سي ام. حد انا وش كده? معك دلوقت? ده هل نروح نعمله زي ما هو? لا. ليه? لازم عمله سيمبليفيكيشن الاوت. فاعمل للقس الواحده سيمبليفيكيشن. ويسي الواحده سيمبليفيكيشن. بقى معك كام فونشن? اثنين. اعمل لهم امبليمينتشن. هما الاثنين هما دول الاوت وتسيبتوه. لما اجأ راهم تعني اقرا كده مع بعض. انهارة ده كامل ديسيمال. سفر وصفر تري كامل ديسيمال يا شباب? صفر وواحد تري كامل. واحد وفعلا لما اجمع واحد مع واحد بكم تلاته واحد وواحد وصفر بكم اتنين سفر واحد وصفر بكم بواحد تمام أدخل مسجلس بقى انا باعيز اقرأ بس اقراهم مع بعض بس اكتب لي الرقم ده فلو انت شجد صفرين جنب بعض لو شفت صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد واضحة؟ خمام؟ فبعد كده اعمل ايه؟ ايخد two expressions دول simplification بالبونيون الالجبرا رولز اللي هتبناها ونعمل ايه بعد كده؟ نجيب ونعمله implementation بالAND والأول والنود جيت بأنا كده عملت فنكشن بتيجمع تو بيتس مع بعض وتفر بقى الفنكشن اللي هتجيلا بتعرف تنفس فيها الكلام خمام؟ طيب فيه طريق اسهل من كده؟ اه فيه طريق اسهل من كده ايه الطريق بسهل من كده. ناخد من التروس تيبل ده على طول بالكيماب وطلع على الضائر. بحنا قد انا طريقين دايما. والطريقين اساسهم واحد او تفكيرهم واحد. كل ما اجري ما اسألها فيها او فيها شرح بتشرح بروسس معينا. لازم ترجم الشرح ده المين? التروس تيبل. ليه خطر ما فيهاش مقاش. بترجم الشرح التروس تيبل. وبعدين التروس تيبل ده بقى اجري عمله وانده بطريقين الاثنين. يا اما اطلع بإكس بريشن واعمل سيمبليفيكيشن من غوليان هالدبرة. يا اما اروح من التروس تيبل لكيماب وعمل سيمبليفيكيشن. والأسهم دايما اننا نستخدمين الكيماب. فهنا بدبنا الإكس بريشن بتاع الاس و بتاع السي قوت فدول الدول إكس بريشن. حاجة ما حولنا مجموع بطاعتها بالأ Whew. واحد قمت مع اي حاجة بالحاجة نفسي. بالترمين دول هيطلعه بي سي ان. وهناخد من الترمية اللي بعدهم اي سي ان كومن فبقى بي بار اور بي فبي بار اور بي هتبقى الريزلز تاعتهم هيتكنسلوا بعد بواحد انتب مع اي حاجة بكام بزيرو تمام? واخر ترمي نفس الكلام انا اخبرنا الاي باي فوصلنا في الاخر للاكسبريشن ده. فده تمام يا شباب? هتعلو مشكلة? نفس الكلام هتعمله مع مين? مع السي. اول الاسهل بقى بدل ما كنت اكتب من الاول اعمل ايه? من التروس ده او اعمل كيمة. فانا اعمل كيمة فين اجميل الاول? اه واحدة شفت الخيانة بتاعت الاس على سبيل المساني. الاس اني ترمس فيها على طول بالارقام. انت مغلق بقى مش تبع دماغك مش كل شوية. اقعد اشوف ده الترمي ده كان بيمسل الاي بار بي بار سي ام. وقعد اشوف الاي بار فين والانترسيكشن بتاعها فين? لا. هتهمتش كل الكلام ده. انا عايفة ما انا اعمل كيمة بالشكل ده? اسأل نفسك السؤال مين فيهم الليست ومين المفت? ها? الليست بالنسبة لنا او اللي احنا عملناه هنا ان ده هو الاي بار يبقى ده الايه? ويبقى ده البي بار سي ام بار. تمام? وبعدين? هيبقى ده بي بار سي ام. هيبقى ده بي سي ام بار. طب انا لما عملت كده استفدت ايه? انا كده انا مغمضة على طول عارف ان ده هو المينمام تير ام زيرو. ده ام واحد ده كام? تلاتة ام اتنين. اربعة ام خمسة سبعة ستة. هده عنده مشكلة? وبعدين بص بقى على الاس بتاعتك. الاس ام واحد? اه? وكام? تلاتة? واحد واتنين يا شباب صح? بعدين ايه كمان? اربعة? وسبعة. يبقى ده التروس بتاعت مين? او الكيمة بتاعت مين? بتاعت الاس? بعدين يا شباب الاس? طب بالنسبة للسي. نفس الكلام ايه بار ايه? بي بار سي ام بار بي بار سي ام بي سي ام بار. لو بصنا على السي مع بعض? لو بصنا على السي مع بعض فوقنا فين السي? ميني ما امتروا روهم كام? ها? تلاتة? فين تلاتة? ده. وهي كمان? خمسة ستة سبعة. ده خمسة ده ستة ده سبعة. ده السي. ايه الخطوة اللي بعد كده? نعمل نطلع من الاتماد ونكون لواحد منهم. دعا نشوف السي مع بعض الاول. عندنا كام جروب? تلاتة جروب. فين التلاتة جروب? ده الجروب الاول. ده مين مع مين? ايه? لابا لازم اخل الايه? ومن ده ده مين هنجانسي فعط? السي. فبقى ايه بي? او. الواحد ده معدف الجروب. حضر على مشكلة? الايه والايه بار كنصيره بعض. هدخل على ايه? بي سي ان. اه? لبعده الواحد ده. هدخله معدف الجروب في الريس الات مين? هناخد الايه? والبي مع البي بار فبقى سي ان. فده بتاع سي. اسهل بكتير منك توقع بتكتب بتاع السي اللي هناك. وتوقع بتاع زي ما اعمالي. طب بالنسبة للس. هل ينفع ناخد الاربع وحيد مرار في الجروب? لا. طيب هل ينفع? ناخد واحدين مع احد في الجروب? لا. ايه الحال? لازم كل واحد لوحده فضره. هي اجزور? اه امسك. فبالتالي يا شباب الاس اطلع كامل? هناخد الترمي ده الواحده والترمي ده الواحده ده كم? اي بار? بي بار سي ان. اه. الواحد ده الوحده وهو مين? اي بار? بي سي انبار. الواحد ده الوحده ده الوامين? اي بي سي ان. وزي ما لكم شوية كانوا مركزين من الاول لما بص على تروس يقول قال لك دي اجزور وبين الايه ومبيت البي ومبيت السي ان. هي ملايش خلاص. فبالتالي انا لقيت ان في واحدة من اللي هي ملايش. فيش مشكلة. ايه الخطوة اللي بعد كده? هتامبليمنت دول باستخدام مين? ها? باستخدام بقى فهنا عند اجيب معاك كلهم مفيش هنا لقي ده الاجزور وروح عملت طيب لو بنتكلم بقى عن كيمام فيها اربعة او اربعة في الجزء اللي جاي نتكلم هنحطيه. يعني كيمام فيها اربعة وهنتكلم على حاجة تانية سنهضم كل شيء. وهنفل جزء بتاعي السيبليفكيش. اما كانوا وانت مغمض على طول. زي ما قلنا المرة اللي فاتت لو انت مشيت كيمام زي ما انا بعملها. تماملنا ان فيه طرق تانيا بس تبقى عارف كل تلمينهم بيحط ازاي. فاقلنا ان انا بشوف مين تمام? انا عندي كم بيت هنا وانا بجمع لو بجيت اجمع مع بعض. ثلاثة. مين الموست التاعي هو الايه? فالايه ده هو اللي يمشي على الصفوف. مش كده? بقى البرارة ترزي اليمين? البي والسي. على اللي يمشي على مين? على الاعمال. تمام? ببتدي كلهم من اول بار بي بار بي بار سي بار. مش كده? لما جات نقل من ده ده بعمل واني تشينج. فده ايه بار يبدأ ايه? هل في حاجة تانية للايه? لأ هي ايه بار. طب من هنا الهنة بعمل واني تشينج. انا عندي بي بار سي ايه بار? الواني تشينج. ممكن اخلي التشينج على مين? على البي او على السي. تمام? بس خلي بالك زي ما قلت لو هتيمشي بالطريقة اللي انا مقول عليه انا بغي او اخر واحد منه. انه هو ده. ساعتها اقدر اجب لك ما بين ده وما بين مين? فانا اعمل ايه? اقول ما غير اللي على السي. فانتم ابيه بار سي ايه. اللي بعدها اعمل واني تشينج. هل ينفع من خلي التشينج على اه السي? لنظرت التشينج على السي هترجع على مين? للي قبلها. فلازم اخلي التشينج على مين? ها? على المندم ده اخلي التشينج على البي. وعن كده اواني تشينج فهتليق المندم ده بك تعد التشينج داي على السي. طب لما ان اعملت كده بقى بقى ده هو المينموم تري زير وده واحد وهي بيقين ده اتنين وده تلاتة. بقى ده الواحد خمسة ستة سبعة. فعد بقى انت مشي بالترتيب. ده المينموم تري مزينه. واحد مين? تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. الواحد انها موجودة في الحاس فين? في المينموم تار مراقب كام? لا ده ام زير. ومده ام كام? ام واحد. في الموم واحد هنا اللي هو الا. انه واحد الدكتل م two ده المنموم ترمي كام? زير واحد اتنين. اتنين. من اتنين هنا اللي هو ده. ده المنموم ترمي كام? زير واحد اتنين تلاتة كام? اربعة. وحبت اخطى عند اللي اتمر مع واحد. والاخير اللي هو اللي اتمر. مش كده? حد عنده وسائلة شباب? طيب الكيمة بالاربعة ممكن يمشيها بطريقة تانية. ايه الطريقة التانية? ان انا بدل مكتب هنا. هنا البرامتر اللي اسم ايه اللي انا شغال عليه? تمام? هنا شغال مع مين? مع البي وي السي. بدل مكتب هنا ايه بار? اكتب مين? صفر. واكتب هنا كام? واحد. هنا اكتب كام? صفر صفر. هنا اكتب كام? صفر واحد هنا اكتب كام? واحد واحد هنا اكتب كام? واحد صفر. ولما بنيجينا الى رقم بالاقرار زي اي بي سي. تمام? طب التاني ده بي الهيئة 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 الهي هل المشكلة؟ طيب لو عندنا بقى كيمة أبواف أبواف سي يا شبابين يا W X Y Z The most significant bit The least significant bit فالكيمة بتانسة تبقى كامل أربعة في أربعة فهنمشي ازاي بنفس الconcent أنا كيمة بلغتي أربعة في أربعة فهنمشي اثنين برانترز على الcolombs والاثنين برانترز على مين؟ على الro بنفس الطريقة هتخلي المص significant bit تتحرك مع مين؟ مع rose والليس اللي هتتحرك مع مين؟ مع الcolom هتدي كلهم بالbar يعني هنا W bar X bar هنا Y bar Z bar هذا المشكلة؟ تمام؟ لو عايزين نعرفBE كل واحد منهم من هنا. 0 00 00. 4 صفار ده مين? الميليموام ترمي زينة. ما ده ambitious? granting الرقم ده. 00 01. ده مين? الميليموام ترمي واحد. ده 00 uno واحد. ده مين. ده الميليمام ترمي تلاتة. ده 0010. الميليموام نترك بتنين هنا سفر واحد سفر 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 واحد 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 سامة سفر واحد واحد سفر سafUND واحد واحد صفر صفر. ليه كم من دسمة من الآخر؟ 12 صح؟ ببدال من يوم ترمي 12. واحد واحد صفر واحد 13. واحد 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 واحد. واحد صفر واحد صفر. 14 ده واحد صفر صفر صفر. كامل؟ 8. واحد صفر صفر واحد تسعة واحد صفر واحد 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 صفر واحد صفر. مش كل مرة انا ما اعمل الكيب افع ونحفظ كل الكلام ده. هو قد اعمله. لا انت مغمض على طول. ممشي ازاي? ها? صفر واحد اتنين البعيدة ثلاثة قريبة. اربعة خمسة ستة البعيدة سبعة قريبة. واحد تمانية تسعة عشر احداشر. اتناشر تلاتاشر اربعة تلاتاشر تلاتاشر. يبقى زي ما انا عملت سويتش ما بين ده وده. هنا اعمل سويتش ما بين ده وده. فتبقى صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمانية تسعة عشر احداشر. اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. مش كل مرة هتقعد تثبت للمنم تربط. لو مشيت بنفس الكلام الان انا مشيت بيه. خلاص. طيب لو معك التروز تبقى تكتب لي وحاية دايركت. هلاني مشكلة? طيب لو جينا نجمع بقى وحاية مع الروبس. هنجمع ازاي? هنشوف الانترسيكشن ما بين الكولومز وبين الروح. ونشوف مين هيطير مين? تمام? لو حبينا نعرف بس مين هم اللي بيريبريزينت الاكس ومين الدبي ومين الزيت. يعني اللي عايز ده بالنسبة لك بيمثل مين? الزيت. فين الواي? اللي بين دول بيريبريزينتوا الواي. فين الاكس? اه? الاتنين دول هيريبريزينتوا مين? الاكس. فين الدبليو? دول بيريبريزينتا الدبليو. ده مشكلة? طيب تعالنا نكمل كده شوية وحاية بنشوف. لو عندنا بالشكل ده او عندنا كيماب لما جينا كتبنا الوحاية من التروز تيبول في الكيماب. وعنطقة دي بقت سهلة صحي? لو عندك تروز تيبول وعنش تكلم الوحاية في الكيماب بقت سهلة. هتشوف انت الترمو رقم كام وتنزله في الكيماب اعرف. فلو انت عندك كيماب بالشكل ده. عايز تعمل لها سمبليفيكيشن. تعملها ازاي? خلان اول ناكد الالت دي. زين مساء. ها نكتب زين دي ازاي? عندنا كم جروب? هل هناك جروب? اكبر جروب ممكن هيكون فيه كام واحد لكيماب اربعة اربعة. اكبر جروب ممكن فيه سب واشر واحد. هل ده ممكن? لا. يبقى ننزل لبعده. اكبر جروب ممكن بعد سب واشر واحد يبقى فيه جروب فيه كام واحد? تمانية. هل ده ممكن? لا. ننزل لبعده. الجروب عندي الاخره كام? اربعة وحاية. فين الاربعة وحاية? الاربعة دولة. صح? يبقى انا لو عندي كيماب بالشكل ده? فين الوحاية ده شباب? هنا في واحد 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 واحد. عندنا هنا واحد. واحد. تمام? وماشي هنا امرضه ايه? بي سي دي. عشان ما نتغبطش مع ايه بار بي بار. اي بار بي. اي بي. اي بي بار. سي بار دي بار. سي بار دي. سي دي. سي دي بار. اه? تعالي نجمع بقى لو حاية. عندنا كام جروب? تلاتة جروب. الجروب اللي اوليني في كام واحد? اربعة يعني. اللي هم فين? اللي هم دول معنا. فلو عايز اكتب بتاع ايه? بل اتساوي كام? ها? من ده ومن ده. انا تقطعت صفين مع مدين. الصفين دول اي بار بي بار اي بار بي. من فيهم اي بار? يبقى اخد اي من دول? ها? ها? اضع لك كم وحايا متعمل لهمش كفر? اتنين. الواحد ده هنابدو مهمين? ما ده? في جروب في اتنين ولا اربعة? اتنين. ينفع اخر من كده? لا. طب من عايزين نكتب بتاعه? نتكلم عن الصف ده يبقى ايه? بار? بي بار. ومن ده وده? السي بار والسي. اخضل مين? دي. فضلينا كم واحد? هناخد الواحدة في الجروب صح? لا. لا ناخده مع مين? مع اللي فوق ده. طب ده كان في تلاتة جروبس مش مهم. هيبقى الاكسي برشن بايه بقى? انا اخد ايه? ايه? انا صوف الاول والاخير. فمين فيه ممكن ناخده كومن? البي بار الاول والاخير. اللي اخد مين كومن? البي بار. والصفوف. والاعمدة اقصد كثير. هده عنده مشكلة? فده بقى الاكسي بريشن ده. اللي هو مين اللي هتلاقيه ممكن قدامه? تمام يا شباب? هده عنده مشكلة? طب بالنسبة الاكوال دي. انا عندي الاربع وحيد بالشكل ده. دول كم جروب? اربعة جروب. كل جروب? لوحدة. فده الواحدة في جروب. وده الواحدة وده الواحدة. فبقى عندي الاجسي بريشن. وشيبقى في اسمبليفيكيشن. اما اربعة ترمات? كل ترم فيه اربعة بارامتر. وبقى ازده الاجسي بريشن بتاعه. نقدر بعيكان نرسم التروس نكتب بعد كده بقى نعمل استخدم الاستخدام الاند والاول والنوات جيس عشان نعمل ايه? بتوضطوا السيركت. هده المشكلة? كلام واضح? تمام يا شباب? فده بتاعت ايه? بتاعت السيركت اللي هي ايكوال دي. فهي كانت عبارة عن كم ترمي ايكوال? اربع ترمات. يبقى عندي كم ار جيت. عندي ار جيت داخل لها كم ايموت. ها? هدفنا ان اي اكسي بريشن ممكن تعمله بتقول لفل. لفل الاولاني مدموع من الاند واللفل التاني. وان ار جيت كلها مع بعض. فانا هنا اخد الا والبي والسي والدي ادخروا كلهم على موف جيت. فبقيت عندي ايه? واللي بعدها ايه بار? وبي وبي بار? سي وصي بار? دي ودي بار? حتى عندي مشكلة مع دي? بقى كده التمانية دولا ده بيربريزنت الايه? ده ايه بار? ده البي ده البي بار? ده السي ده السي بار? ده الدي ده الدي بار? وبعدين احط الاند جيت مع بعض. فالاند جيت الاولانية داخل لها مين? اي بار? بي بار? سي بار? دي بار? واحد السيجنال اللي هي دي اي بار وبي بار وصي بار ودي بار كلهم على الاند جيت. انسقهم الاند التانية والتالتة والربعة. اللي قد بتسقلهم على الاور عمل تجي. في مشكلة? طيب لو عندنا سيركت بالشكلة. قيناة في الفوق دي يا شباب. عندنا كم جروب حد يعد كده ويقول لي? كم جروب يا شباب? اربعة ولا اكتر? خمسة ولا ستة ولا اربعة? تبتعاني مش كده مع بعض ويقولي انا صحة الله غلط. تمام? اول جروب هيبقى ده. احد عندنا مشكلة? هاي الاول فيه جروب فيه سباشر واحد? لا. هل في جروب فيه ثمن وحايد? لا. هل في جروب فيه اربعة وحايد? افي فانا اخدت ده الجروب. عندنا مشكلة? تمام? طيب الجروب اللي بعده اخدت الواحدين دول نركز كده. ده وده مع ده وده. في جروب. احايد كده. احد عندنا مشكلة? تمام? طيب بعد كده عملت ايه? لوحة واحدة. الواحد ده ما تعملوش كفر. عايز اجيب له جروب. فروحة عملت ايه? اخدته في جروب مع الفوق مع ده مع ده. رأى الجروب بالشكل ده. ده مع ده. فضل الواحد اللي فوق ما تعملوش كفر. عملت له ايه? خدته في الجروب طويل ده مع بعض. فضل الواحد ده ما تعملوش كفر. عملته في ايه? خدته في الجروب مع بعض. انا كده عملت كم جروب? ها? ستة جروب. هل ده صح? لا. لايه بقى? لان فيه جروب لان فيه حد ممكن. كم ممكن يمسك ورقه ويقلم ويعمل ايه? يعمل جروب سهل من كده. فانا بالتالي ده مش المصد. ها? هم اربعة بس. بس. خلي بالك المسألة دي هي دي. تعلم بصوا عن حل الصحي بقى مع بعض. بدا كده حل غلط. ده حل غلط ليه? هو مش غلط من وجهة نظر الجروب. ان انا ان انا ان انا دخلت الوحاية في اكبر عدد ممكن من الجروب. تمام? او في اكبر جروب ممكن. بس المشكلة اللي غلطت فيها ان انا عملت جروب زيادة عن المتوقع. فده بيقدي الى وجود ترمات زيادة. فالحل الصحي ايه بقى? ان انا كنت الاول هياخد مين? ها? الاربعة دول مع بعض فضون. وبعدين? افكر بقى الخطوة اللي بعدها افكر في الوحيد اللي ما تعملهاش كفر. مين اللي ما تعملهش كفر? انا هنا كنت بكبر وخراس. بعمل جروب سهل خراس. هنا مين الوحيد ما تعملهاش كفر. ها؟ عندك الان افنين دول ما تعملهمش كفر والا اربعة دول ما تعملهمش كفر وده. ما تفكرش في ال اتنين دول دلوقت. YEAH? لان في اربعة هم متسألون ما يتعملهم كفر مع بعض. فينا کنا اخد اربعة دول مع بعض في جروب. ده كده عندي كم جروب? اثنين. فيه عندي كم واحد ما تعملهمش كفر?STLاتة الوحيدين دول والوحد ده. هل ينفع الم إدفلك الواحدين دولة ينفع و لكن أحني الاربعة مع بعضا نوات دولة ينفع تورو في قربه في أربعة، لماذاين؟ زي ما قلنا يا قورة الله أنت يتدهأوا الواحد مع الواحد مع الواحد ده في الجروب. فيبقى الجروب بالشكل ده. كده بقى اربعة جروب كل جروب فيك مواحد. الله وحي. كنتين الاسم بلي فاي ده. ده انا مشكلة? فماشي ايه لك في المسائل عشان تفهم انت ما تقومنش زيادة. تمام? طيب. في عندنا بقى حاجة تانية. بنحتاجين بناخد حاجة جديدة هي بنسميها يعني ايه يعني انا ممكن اكون في بعض انا مش بكيس معينة تطلع بصفر او تطلع بواحد. يعني ايه? انا ممكن اقول لك في مسألة ان انا عندي ثلاثة والايمبوت ديت كانت يهمك قوي. ثلاثة ايمبوت. انا اه? عندي كم تمانية? يعني انا صفر صفر صفر. دول التمانية. فتكون صغة السؤال او صغة زي ما هنشوف بعد شوية فريع الابليكيشن. ان انا انترستد قوي ان الكيس اللي فيها ثلاثة وحايد الاوبوت يطلع بواحد. والكيس مثلا اللي فيها ثلاثة صفار الاوبوت يطلع بواحد. تمام? وانترست كمان ان الكيس اللي فيها ده الثانية دي بواحد. ماش كده? بس يعني خلان اقولها بشكل احسن لو كده. انت هنا مثلا سي كنا بنجمع بس انت كنت مهتم قوي ان اللمبه تنور لو بالكيس كانت الاوبوت بتاعك تشتغل في كل الكيس مثلا كل الكيس دي الاوبوت مطلع واحد وفي كل الكيس دي طلع صفار. لكن لما يكونوا التلاثة انبوتس مع بعض موابودين انت مش فرق معك اللمبه تنور او ما تنورش. هو ده اللي بنسميه انا مش مهتمة بالكيس دي. تاني في بعض الابليكيشنز انا بيكون ايه? بيكون بالنسبة لي لو مجموعة الانبوس دي حصلت مع بعض لازم الاوبوت دي يشتغل. مجموعة الكمبينيشنز تحت الانبوت دي حصلت مع بعض لازم الاوبوت ما يشتغلش. طب فيه كيس تانية هي مش فرق الاوبوت اشتغل او ما يشتغلش مش يضريني في حاجة. هي ده اللي موصوب بتضمت كيري. يعني ايه اللي موصوب بتضمت كيري? ان انا في مجموعة من الانبوس لو حصلت مع بعض لازم الاوبوت يكون صلد بواحد. ما فيقاش نقاش. لازم يكون شغال. ومجموعة تانية كونبينيشن لو الاوبوت سيقول لها بس او الاوبوت سيكون معين لازم الاوبوت سيكون بزير وما فيقاش نقاش. لكن فيه مثلا كيس او اتنين. ان دي انا مش فرقة معايا الاوبوت يشتغل زي بما يشتغلش. دي بنسميها دونت كير كوندشن. يعني على سبيل المثال تعرفها ايه? اه ريال ابليكيشن على المثال. احنا عارفين السفن لبسيجمنت? شفناها قبل كده او حاجة وسمعنا عنها. السفن لبسيجمنت يعبارها عني يا شباب. هي عبارها عن سبع لد واصلين معين اللي هو قدامنا ده. يعني هرص سبع لد في شكل معين وهي دي بنسميها سفن لد. السفن لدhoo انا عندي كم لد? ساميناها سفن لد دي ранدي كام لد؟ سبع لد. السبع لد دولت هما ده الشكل بتاعها. انا مصل لبداية الكوروزونتل بالشكل ده. ولد فيرتكال بالشكل ده. ولد فيرتكال بالشكل ده. ولد فيرتكال بشكل ده ولد بالشكل ده انصاد. بحيث بتحكمي في مين من الليد ينور ومين ما ينورش اكتب رقم من صفر الكامل لتسعة. هده عن المشكلة? يعني يعني ايه? لو عايز اكتب رقم صفر. اه تعاني سمي الليد دي. انا اسمي الليد ده ايه? وهسمي ده بي سي دي اي اف جي. هدول مسمية الليد. على سبيل المثال لو انا عايز يتكتب عليها رقم صفر. مين من السبعة لد? المفروض ينوره ومين مفروض ما ينورش? ها? كله ينور مع ده مين? ها? الجي. لازم دي ما تنورش. دي ما فيهاش نقاط صح? ليه لو نورت? هتفهمها مين? تمانية. يبقى انا عشان اكتب صفر على السفر الليد سجمت لازم ستة من الليد ينوروا كلهم والليد الاخيرة اللي هي رقم جي ديت ما اتنوعه عشان اكتب واحد. ها? ممكن نخليها بي مع سي او اي مع اف. صح? صحي ده او ده? مش شرق. ها نمشي نمشي مع دلوجيك ناخد اللي على اليمين? ان انا هخلي مين? البي والسي بس اللي ينوره والده كله? ما ينورش. ها لانه مشكلة? طيب عشان اكتب رقم اتنين. هخلي الليدات كلها تنور مع ده مين? اف ومين? وصي? طب رقم ثلاثة? كله ينور مع ده مين? اي ومين? واف طب اربعة? انصوا. مش كده? تعال انبصوا على رقم سابعة. رقم سابعة عشان تكتب سابعة. مين المفروض ينور من الليدات? ها? الاي والبي والسي. بس في ناس بتكتب السابعة ازاي? تخلي الاف كمان يا صلى الله ايه? تنور. طب هل الاف لو نورت في الكيس بتاعة السابعة دي? هل هتأثر على قريتك بالسابعة بحاجة? هلا تقرأها تمانية? هلا تقرأها تسعة? هتقرأها خمسة? يبقى انا بالنسباني الليد اللي اسمها اف وانا بكتب سبعة مش فرقة معايا تنور او ما تنورت. يبقى انا بالنسبة لمن? لالاف. صح يا الله رات? تمام? سواء نورت او ما نورتش مش فرقة معايا. تمام? طيب بالنسبة للتمانية كله ينور. التسعة التسعة بنتكلم ان الاي والبي والسي والجي والاف كلهم منورين. طيب يديه لو نورت. مش برضو هضي قرأها تسعة? طيب لو ما نورتش. هقرأها كامل. يبقى انا بنتكير بين الليد اللي اسمها دي. تنور او ما تنورش لو كان عايزك تب رقم كامل? تسعة. هل داني مشكلة? ها? هل هل داني مشكلة? طيب لو عايزك تب رقم عشرة? ممكن بعد كده تكملك انها هيكسة. وبعد التسعة كامل هيكسة? ايه? فحارف الايه? اناور كل الليد معنا مين? طيب ورقم 11 ها? بي. خمالتك ما حاجتش يقولي بقى البي كابتل. ليه? لان البي كابتل تبقى كامل? كامل يا لان انت عارف ان انت عايزك تكتب لو كان كامل? 11 هتعرف تبقى بي. مش كده? وخلي بالك انت هنا الشرطة بتاعت الستة دي لازم تعملها. لان الشرطة اللي هي الايه بتاعت الستة? لو انت ضمن تكير بالنسبة لو بنورتش هنري كام? بي. فكده الستة لازم اللمبة دي تنور. ولازم في حالة البي اللمبة دي تفسد. مش كده? طيب بعد كده عشر احداشر اللي اتناشر تكتب حرف السي. السي لازم تكتب بالشكلة. طيب تلاتاشر دي. ما حاجتش اللي بقى كتب يديه كابتل اللي هي تكتب سفر. لازم اكتبها دي اللي هي دي. اربعتاشر حرف الاي خمستاشر حرف كام? هل هذا المشكلة? طيب. كده لو عايز انا بقى اعمل ديزايل. خلي بالك الارقام دي اللي هي من سفر لحد خمستاشر. انت ممكن تجيبها بكام اموت? ها? باربعة اموت. انا عايز اكتب خمستاشر اعمل ايه? اخلي الاربعة اموت سفر لهم بكامل. بواحد. طيب لو عايز اكتب تمانية. ها? خلي واحد وتلات سفر. لأ تمانية لازم اربعة لازم اربعة اموت سفر. صحي كده? فالنقصود يا شباب. ان انا عندي هنا بالشكل ده ايه? بي سي دي اي اف جي. دولة عبارة عن سبعة لبت. الوبجيكتف منها انها تكتب من صفر لكم? لخمستاشر صحي كده? او لايه شغالها تكتب من صفر لحد الكام? الاف. تمام? في مشكلة شباب? طيب. انا بالنسبة لي اقدر اكتب من صفر لخمستاشر بكم اموت? باربعة. اللي بتستلم مني كم اموت? اربعة. والطلع لي كم اموت? ها? سبعة. مين السبعة دول? هما الا والبي والسي والدي واللي والنف والشباب. انا كاني عايز اعمليه? كاني عايز لما يكون الاموت سيبقوا مع بعض الو اكس ورعي الزيت. لو كتبت عليهم كلهم صفر. يبقى الاموت يتقين كام? ان دي سيمال او ان هيكسا دي سيمال. ايه زيل? صح? اكتب على السيفن لك سيجمانت كام? زيل. فانا عايز اعمل بزايل للدائرة اللي في النص اللي تستلم مني الاربعة هي الموتس بولت وتحولها ان هي تتحكم في كاملة في سبعة. بحيث يكتب لي هنا كامل صفر. فهمنا حاجة? تاني. انا لو عايز اكتب هنا رقم خمسة. W و اكس و Y Z اكتب عليها رقم خمسة. اللي هو ده ان الاموت البص النفكت كان بزيرو. و X كان بخمسة بولت او بلوجيك وان. وال Y بلوجيك زيرو. والزبت بون. ده بالنسبان رقم كام? انا عايز اشوف على سيفن ليد سيجمانت رقم خمسة مكتوب. يبقى انا عشان اشوف رقم خمسة مكتوب يبقى انا عايز مجموعة من الليدات هنا اتنور. مين الليدات اللي انا عايز اتنور? طوله بعدها مين? البي ومين? وال اي? طب مين اللي يعمل الكلام ده? انا. هعمل ديزاين لسيركت. السيركت دي تستلم مني دي. واتطلع على الاوبوت زي ما انا عايز. يبقى السيركت دي. ليه هتكام اموت وكم اوبوت? اربعة اموت وسبعة اوبوت. طب انا عايز. انا عايز ازبورت كيرو على ما بياش. في اعايز ازبورت كيرو. انا عايز 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 ازبورت كيرو. ؟ ها قريب؟ انا عايز ازبورت كيرو Стورد. اشتركوا في القناة 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 ده? اللي هو بيعمل ايه? بيستلم منك اربعة انبوت وسلمك كم اوبوت? سبعة. هو بالنسبة له جوا عشان تعمل انت ده ده. ده ولا اطراف منك تعمل الدرايفر. هتعمله ازاي? ها? عندك سبعة اوبت. ده هتعمل سبعة كيمام. لو كل اوبت من السبعة تعمله ايه? كيمام. وبعدين تعمله وبعدين تعمله عشان تعمل بتعمل ايه? ها? الدرايفر بتاع السيفن نيت سيجمان. اللي هو مين اللي انت ممكن تشريك? حي ايسي هيا صغارة كده ايه. يبقى ايسي هيا سيجمان تدعى برا عن ايه? فيها سبعة فانكشنز دولة. الفانكشن دولة فيهم مجموعة من الاند والاور والاور جيت. عملتها ازاي لو انت عايز تعملها? ها? بتعمل التروس تيبل. تاخد كل اوبت منيون سبعة تعمل له كيمام وتكمل. حدا لمشكلة? انا بقول كل القصة دي ليه? عشان نشوفوا حكاية البنت كام. طيب على سبيل المثال لو انا كنت بالموت اللي اسمه ايه? والموت اللي اسمه بيه? الاموت اللي اسمه ايه? الاموت اللي اسمه ايه? انا اكملته للاخر في كل الكيس زي? فده الاموت اللي اسمه ايه? لو انا عايز اعمل الفانكشن دي اعمل لها امبلامين. انت شو انا اعمل ايه? اخد الوحاية دي واعمل لها فين? ادخلها على مين? على كيمام ادخلها على كيمام ازاي? هرسم كيمام ايه باربعه باربعه؟ وحن دي ملين في سرعة Ми بقى وصوا على الايه? الايه? اني ترميت? اه? ترمي زيرو صح? اه? المنم ترمي زيرو ايه كمان? انا مش شايف حد ما ليه? اه? على اللي صوتك كام? اتنين ثلاثة اه? خمسة? خمسة ستة سببا. فيه فيه اربعة انا لا لا وعلي كده ايه شباب? تمانية تسعة عشر اه? حداشر اه? او اتناشر لما تروح البيت بقى بص عليها تلاقي وحاجة مش كده? هل عندي مش كده? طيب لما ايجي اجدعنا مع بقى عندنا كم جروب? يلا شور مع بعض عندنا كم جروب? اه? عندنا كم جروب? ستة ولا سبع ولا تمانية ولا تلاتة ولا اربعة انا كم? هنمشي واحدة واحدة. انا هاخد الاربعة دول مع بعض فتول. عندنا مشكلة? ده كده اول جروب. تمام? مين تاني ما تعملوش جغر? الواحدين دول. هل اخدهم مع دول في قلوب اربعة واحد? لا الكلام بغلط. لانك لو خدت الواحد ده مع الواحد ده مع ده مع ده في قلوب فادرق فيه اربع واحد. بس انت كنت ممكن تاخد الواحد ده مع ده? مع اللي اتنين دول اللي ما هاتنونش قبل كده. لان سيادتك لو خدت ده مع ده مع ده مع ده في قلوب? هتجي بعض. شوية عايز ادخل دول في قلوب. ما تعمل ايه? تاخدهم مع دول. فانا الاول ان يتخلوا ده وده وده مع بعضه في قلوب. لان مشكلة لانا كده عملنا ايه كم نفضلنا? كم واحد? الواحد ده هندخله في قلوب انا ادخله مع ايه? ها? دول مع بعضه في قلوب. اذا ده مشكلة? فينا عملنا كم قلوب? تلاتة. قضينا كم قلوب تاني? ها? قضينا الواحد من فوق ده. عزينا ده خلده في القلوب باندخله زي. مع القرب. يعني ده مع ده مع ده? مع ده? مع ده. قضينا لك كم واحد? ما? الواحد ده? كل واحد ده يرفع ان اخده في غروف ياربع وحيين? لا اندخله في غروف دي كم واحد? واحدين. فهاخد ده? مع ده? الواحد الاخير ده? خلصنا كما? بنكتب بتاعها. كده عملنا بتاع مين بتاع النيه. هدعنا مشكلة? طيب مثلا على سبيل المثال لو قلت لك ان انا عايزة اسمها ايه بي سي دي. خلي بالك لما تروح البيت هتلاقي ان انا تسقيطة الوحاية دي ماش ماشي مع كم اعمل في المالك. ليه? لان انا هنا عكست انا بالنسبة لي من المص نفكت ومن المص نفكت? الايه والبي مين? المص نفكت. بس انا انا حطيتهم فين? ها? على والسيوي دي. خطيتهم عروف. فدرتيب المنموم تيرمز هيختلف. فانا مش اقصد الله بطر. انا اقول لك ايه ده صح? وده صح. بس اعمل اللي انت عايزه. تمام? فمثلا لو تلك فنكشن زي كده الاي بي سي دي هي المنموم تيرمز يعني كانتها وده ممكن تشوفك بدل معه تكتب لك اي بار بي بار سي بار دي بار او اي بار بي سي دي. انا صورا? لأ. انا ممكن اقول لك على طول ان الفنكشن دي هي من المنموم تيرمز دول. فكايني بقول لك ايه على طول? اماكن الوحاية تخدها الفنكشن دي. يعني الوحاية التلاتة خمسة سبعة تسعة. الفنكشن بطلع كم واحد? خمس وحاية. فاني كيسز مع المنموم تيرمز واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة. ربما واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة. وبعدين ايه لك ان انا حرف دي وتصله بالدي يعني ايه? دول تكير مع مين بقى? مع ستة ونشرة وثلاثة. فبس دي على الكيماب اللي قدامك دي. اللي مرصوصة بطريقة غير اللي احنا تعودنا عليها ودي صح? ولا تعودنا عليها صح? واللي اتنين يطلعوا نفس النتيجة. تمام? فانت معاك الحل على البورد لما تروح البيت اعمل الكيماب زي ما عملنا في المحاضرة. من شوية. تمام? وشوف نفس النتيجة ولا لأ? طبعا طبعا انطع لك نفس النتيجة. طيب. فبالتالي لما جيت عملت الكلام ده. الواحد ده بين نسبة لنا واني ترمي يا شباب. هو المينيموم ترمي لك اركاب. طقم واحدة. لو انت رص الكيماب زي ما انا عايز زي ما انا قلت من شوية كان نخوط حط واحد ثلاثة. هنا. بس انا عكاست صفوف مع الاعملاء فقال اني هقراها ازاي? ده المينيموم ترمي زيرو ده واحد ده اثنين ده تلاتة. ده اربعة ده خمسة ده ستة ده سبعة. ده تمانية ده تسعة ده عشرة ده احداثة. ده اتناشة ده اتناشة ده اتناشة ده اربعة اتشار ده اخمستش. ليبنا اللعبة? بدلت الصفوف مع الاعملاء فكاينك بنبدل ايه? اماكن المينيموم ترمي. تمام? طيب. وبعدين حطيت الوحيد بوكيماب. الوحيد اللي جاء صبت بواحد نزلتها بوكيماب. والبنت كير خليتهم بايه? بيكسات. طب ايه الخطوة اللي بعد كده? اعمل ايه بعد كده? انا بركز مع مين? ها? مع الوحيد. لازم الوحيد تعمل لها كفر بو مين? بواجوت. طب اليكسات? مش لازم. طب امتى ما دخلت للجواب لو هيكبر الجروب. امتى ما ما دخلت للجواب لو هيزوّب لي الجروب. لما انا كاية كايني استفدت من الجواب ايه? قلبت الترمان. انا لما اجيب جروب فيه اربع وحيد. احسن بما اجيب جروب فيه كم واحد. واحدين. طب ممكن الاكس لو دخل الجواب تعمل لها الجروب فيه اربع وحيد. نصحتك ان الاكس تفعل جواب. فمين حاجة? تاني. الاكسات تعمل فيها ايه? الاكسات هي بالنسبة لي بو ايه? تدخل جواب جروب. او ما تتخلش مش فرق. بس انا ممكن قلاء ان انا لو دخلتها بو اجروب باكبر الجروب. اولا كل ما بكبر الجروب كل ما بجيب جروب فيه عدد خروف اقل. فبالنسبة لي عمال اكتر. مش كده? طب لو جيت بعد ما خلصت لقيت اني فيه اكس ما تعمل لهاش كفر جوا الجروب. ولا فرق معي حاجة. ليه? لان لو حبيت ادخلها جوا الجروب. هاضطر ازود الجروب. فزود الجروب يبقى هدفع خلوص اكتر. لابن ازود الجيت. فبالنسبة لي لا ما تدخلاش احسن. يبقى انا كل تركيزيني هو يا شباب. الوحاية تقول لها يتعمل لها تظهر جوا الجروب. زي ما قولت. يا ريت الجروب دايكم فيه اكبر عدد ممكن من مين? من الوحاية. تمام? ولازم الجروب سعدادها يكون اهل عدد ممكن من الجروب. واصلوا لحاجة تانية سنظمت كير. انا مش شيرينج بين ده. يشتغل او ما يشتغلش. هو ما هي اقول ايه? اقول لو الاكس ده كان. هيكبر لي وحاية اللي جوه الجروب. هاتعامل معك انه واحد. هيزود لي عدد في اثنين فيه. فتعالنا نشوف المسال ده. انا عندي هنا اه واحد 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 واحد. وهنا في اكس واكس واكس. هدعنا مشكلة? طيب تعالنا نبص كده مع هل في جموك فيه اربع وحاية? طبعا نتعامل ده كده كقطوة مبدئية لما خلنا هو الصح. هو يتعامل الصح ايه? ها? عندنا اربع وحاية ولن هنا واحد 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 واحد. في اكس هنا في واحد. في اكس هنا. في اكس هنا. معها شباب? طيب اول حاجة هنعملها. النور على الجروب فيه ستاشر واحد. هل ده ممكن? لأ بروف فيه ثمن واحد. هل ده ممكن? وحاية وحاية. هبقيتش وحاية بس لوقت بقيت وحاية وحاية. هل ده ممكن? لأ طب بروف فيه اربع وحاية. آه فيه اللي هو بروف. السؤال اللي بعد كده. مش انا افضل لي مين مدخرش جوه بروف? من الاكسات لا. انا افضل لي كم واحد مدخرش جوه بروف? مش كم اكس? كم واحد? واحد وحيد. اللي هو مين? اللي هو ده. طب انا عايز ادخله في بروف. لو انا بالنسبالي مش شايف الاكسات كنت هدخل الواحد ده مع الواحد ده في بروف. صح? كان يبقى بروفي كم واحد? واحدين. هل ده احسن? وان ما هنتخل بروفيه اربع وحاية? اربع وحاية. طب ده بالنسبالي كان هيتطلب ان انا ده حلمين? الاكس بلا يا اتبار. اه مفيش مشكلة. فكده بقى ان ده كم بروف? الاتنين بروف. طب الاكس دي ما تعملها في كامر ولا دي. ولا في اتمار. ليه? لان لو فكرت اعمل لهم كفر هزود الدروف. فكبرت. تمام? خلي بات. انا ما كانش يمفع اعمل الحركة دي لو كان ده صف. يعني لو المسألة الى لك ايه ده صف. ما حد يشقول ايه? لا انا هشيل الصف ده وخلي ده كيف? علشان ايه? اكبر الجروف ده غلط. ده كيف? انت بتكبر عليه. انت بتاع الواحد بالصف. انت خلاص اعرف. انا عايز مين بواحد وعايز مين بصف? وعايز مين don't care. فما تجيش بقى تلاقي اللي ده صف? اقول اه انا ممكن اقول اللي ده don't care. وده خلف الجروف. كلام ده غلط. الصف صف. ما ينفعش نشي بتحط مكان وايس. والواحد واحد. اللي انا بقول لك عليه ان هو don't care او اللي انت بتستنتجه من المسألة اللي او don't care يعني بقول لك ايه? فان انا عندي input لية الcombination معي. انا خلت الاوبط بوحد. الcombination التانية خلت الاوبط بصفار. قال اللي ما استاكلة في او don't care? لأ. لو محطش اكساد خاص. لكن لو قلتلك ان الcombination دي بتخلي الاوبط بواحد. والحالة دي انا بالنسبة اللي هي don't care. يبقى الباقي بصفار صلت. والحالة بس don't care وحط مكانها مية اكس. وهتعامل مع الاكس دي اللي هي بواحد لو هتكبر لي الجروف. بتعامل مع ان هي بصفر لو هتزويد للجروف. بس حالة بش كنه? تمام? ان شاء الله الله ما تكون في حاجة جديدة اللي هي الاتشز والفليفلوب. حالة ان ده سنة يا شباب? اشتركوا في القناة